السلام عليكم و اهلا بكم و حلقة جديدة و يوم جديد و مزرعتك في بيتك و عندنا النهاردة جميع اصعار الكتاكيت شركات و اهالي و اصعار العلاف وتنفيذات ارض المزرعة و كل حاجة بتخص المربي النهاردة هنتكلم فيها ولكن قبل نبدأ الحلقة نزله حالا في الكومنت صلى على الحبيب المصطفى اللهم صلي وسلم و بارك عليك يا حبيبي يا رسول الله ما تنسوش يا جماعة اكتبوها بايدكو في التعليقات و يخلوها شاهد لينا يوم الايامة اي حد من اخواتنا المتابعين عنده اي سؤال يكتبولي في الكومنت تحت الفيديو برد على معظم اسئلة حضراتكم قدر المستطاع اي حد من اخواتنا المبتدئين المتابعين معنا عنده دور التسمين المتابع معي مجانا لنهاية الدورة على الرقم اللي بسيبه لحضراتكم في نهاية كل حلقة طيب النهاردة عاوزين نتكلم على الاسعار وللأسف عندنا النهاردة خبرين هيزعله المربي الخبر الاولاني وهو ارتفاع العلف تاني من جديد وكمان نزول اسعار الفراخ البيضاء النهاردة في السوق طيب الاتنين دول بصراحة حاجتين يزعله المربي خصوصا اللي بيطلع الوقت حاليا فراخ بيضاء في السوق ليه لانه دخل الكاتكوت تقريبا من 33 ل 34 جنيه وكمان استخدم علف في 23000 جنيه يعني النهاردة لما ييجي يبيع الفراخ في السعر المعلن النهاردة بصراحة حاجة تزعله لان هو لو مش جايب اوزان عالية هيخسر بالتأكيد طبعا في حاجة هنا غلط بتحصل في السوق حاجة كده محدش فهمها ولكن لله الامر من قبل ومن بعد اما بالنسبة بقى الاسعار الكاتكيت النهاردة وفيها نزول مفاجئ وده وضع طبيعي جدا ان اسعار الكاتكيت لازم تنزل في الوقت ده ليه يا جامعة لان مع ارتفاع اسعار العلف اللي رفعت زيادة عن اللازم لازم الاسعار تنزل بتاعة الكاتكيت حاجة تانية كمان مع نزول اسعار الفراخ البيضة في السوق لازم المربي يقف هنا ويعرف ان فيه مشكلة هتحصل ليه لانه بيخاف ان هو يبدأ يسكن في نزول الكاتكوت وكمان في ارتفاع العلف ومع نزول الفراخ البيضة بيبقى تحدي صعب جدا بالنسبة للمربي ان هو يدخل الكاتكوت في الوقت ده فعاوز اقول لكم في الايام اللي جاية هيحصل نزول جامد جدا في اسعار الكاتكوت عاوز اقول لحضراتكم على حاجة مهمة كمان يا جماعة خلي بالكم او عودوا نفسكم لما الكاتكوت ينزل جنيه او اتنين محدش يجري يعمل هجوم على الكاتكوت بالتالي الشركات بترجع ترفع تاني بحجة ان فيه سحب على الكاتكوت وطبعا بتقع تقول كده قصة كده ملهاش اي تلاتين لازمة الكاتكوت غالي لان ما عندناش معروض والسحب عالي كل ده جماعة دي كلها افلام بيقولوها وطبعا مش عاوزين نتكلم في القصة دي لان بصراحة احنا زهقنا اصلا من كتر الكلام في الحتة دي والشركات بصراحة مش رحمة المربي سواء شركات الاعلاف سواء شركات الكاتكيت هم اللي اتنين عاملين المربي لعبة في اديهم حرفيا بمعنى الكلمة طيب هنا عاوز اقول لحضراتكم الكاتكيت هتنزل في المرحلة اللي جاية بداية من النهاردة فيه نزول مكمل معانا للاسبوع اللي جاي لو ما حصلش هجوم على الكاتكوت طبعا ارتفاع العلف ارتفاع رهيب لما بيحصل نزول في الصوية والدرة ما بنسمعش الشركات بتنزل الاعلاف قلنا الكلام ده قبل كده ولكن لما يحصل ارتفاع لو حتى 500 جنيه بيبدأ هم يرفعوا بالالف والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده طبعا احنا زهنا من كتر الكلام في القصة دي طيب هنا عاوز اقول لحضراتكم اللي عاوز يشتغل يشتغل واللي مش عاوز يشتغل يحسب حساباته يا جماعة احسبوا حساباتكم التدفية هتبقى عالية في الايام اللي جاية التكلفة هتبقى عالية عن المربي فكل واحد يحسب حساباته يا جماعة قبل ما يبدأ ان هو ينزل الكاتكوت طيب تعالوا بينا نبدأ بتنفيذات ارض المزرعة ونرجع نقول اسعار الاعلاف والكاتكيت وكل حاجة بتخص المربي ما تنسوش تنزله حالا في الكومنت صاله على الحبيب المصطفى ما تنسوش كمان ترفعوا الفيديو بلايك علشان الكل يستفيد من الاسعار الفعلية اللي هنقولها النهاردة داخل الفيديو وهي دي الاسعار الحقيقية يا جماعة اللي مفروض تشيروا بيها علشان اخواتنا اللي بيقولولنا يا سمر انتي بتقولي اسعار وبنروح نشيري بنلاقي اسعار تانية اغلب كتير فين المشكلة المشكلة يا جماعة ان فيه يعني فيه استغلال في السوق الا من راح المربي لازم يا جماعة تعرفوا الاسعار الحقيقية وما تدوش فرصة لحد ان هو يستغلك اسعار الكاتكيت نزلت النهاردة اسعار الاعلاف فيها ارتفاع المشكلة الكبيرة فيه نزول اسعار الفراخ البيضة النهاردة يعني المربي النهاردة اللي بيبيع ب60 جنيه النهاردة ده خسران خسران لا محال يا جماعة ربنا يعود على الجميع وتعالوا بنا نبدأ بتنفيذات ارض المزرعة البط المسكوفي ارض المزرعة 95 جنيه والمحلات 105 جنيه للكيلو البط البلدي ارض المزرعة 105 جنيه والمحلات 115 جنيه المولار ارض المزرعة 85 جنيه والمحلات 95 جنيه للكيلو البط الفرنساوي ارض المزرعة 80 جنيه والمحلات 90 جنيه للكيلو الحمام البلدي ارض المزرعة 85 جنيه والمحلات 95 جنيه للجوز السمان ارض المزرعة 50 جنيه والمحلات 60 جنيه للجوز اما عن الروم الابيض النهاردة ارض المزرعة 115 جنيه والمحلات 125 جنيه للكيلو الروم البلد الاسود ارض المزرعة 120 جنيه والمحلات 130 جنيه للكيلو اما عن لحم الارنب النهاردة ارض المزرعة 80 جنيه والمحلات 90 جنيه للكيلو البلد الحر ارض المزرعة 100 جنيه والمحلات 110 جنيه للكيلو الرزي والفيومي ارض المزرعة 95 جنيه والمحلات 105 جنيه للكيلو أمهات الأحمر البياض 58 جنيه أرض المزرعة والمحلات 63 جنيه للمستهلك أستاذ أرض المزرعة 90 جنيه والمحلات 97 جنيه أمهات الفراخ البيضة الهبرد الكبيرة 58 جنيه والمحلات 65 ج Kyoto أما عن الفراخ البيضة النهارده نزول مفاجئ عامل صدمل المربي المعلن 61 جنيه والتنفيذ الفعلي أرض المزرعة 63 جنيه والمحلات 68 جنيه ما تشريش بأكتر من كده كمستهلك أما عن أسعار الأعلى في النهاردة وفيها ارتفاع جديد مفاجئ الطن بيتروح من الـ 22600 للـ 24800 بادي السوبر قطعي في المحلات العبوة 25 كيلو 585 بادي السوبر 580 نامي 575 ناهي الكيلو قطعي في المحلات 25 جنيه أما عن أسعار الرد النهاردة العبوة 40 كيلو 440 جنيه الكيلو قطعي في المحلات 11 جنيه الدرة 360 جنيه للعبوة 25 كيلو قطعي في المحلات 14 جنيه أما عن أسعار الدي النهاردة العبوة 25 كيلو 400 جنيه أما عن أسعار البيض النهاردة من التجار للمحلات الطبق الأحمر 124 جنيه والمحلات 128 جنيه للمستهلك الطبق البيض الأبيض من التجار للمحلات 123 جنيه والمحلات 127 جنيه للمستهلك أما عن البيض البلد النهاردة الطبق من التجار للمحلات 153 جنيه والمحلات للمستهلك 160 جنيه للطبع اما عن عصار الكاتاكيت النهاردة البط المسكوفي 60 جنيه فارز وذكور النهاردة مسكوفي 75 جنيه المولار 58 جنيه البط البيور 45 جنيه الفرنساوي 38 جنيه البط البكيني 38 جنيه مسكوفي مخلط 58 جنيه الروم البلدي الاسود عمريوم 55 جنيه الروم البرونزي 55 جنيه للكاتكوت عمريوم اما عن الروم الابيض عمري شهري بيتراوح من 180 ل200 جنيه السمان من الخمسة ل7 جنيه على حسب النوع فيومي بلدي 13 جنيه الجميزة البيور 25 جنيه رز فارز ديوك 22 جنيه رز برابر 17 جنيه رز على وشه النهاردة 20 جنيه البلد الحر 12 جنيه بلد مشعر 13 جنيه الهجين العالي النهاردة 22 جنيه الساسو 23 جنيه والساسو الجيل الثاني 22 جنيه اما عن الكاتكوت الابيض الاهالي النهاردة واللي بادئ من 27 لل28 جنيه والشركات بادئ من 30 لحد 32 جنيه ما تشروش باكتر من كده والايام اللي جاية احتمالي يبقى فيها نزول كبير للكاتكوت دي كانت الاسعار المعلنة النهاردة نتمنى يكون القادم افضل لو لسه مش مشتركين معانا بجده هيفوتكم كتير تحيات للجميع استنونا في حلقة جديدة اشوفكم تاني بقى الف صحة وخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة